بسم الله أبو الإبناء الروح الكدسة الإله الواحد أمين اليوم الرابع عشر من شهر توت المبارك نياحة القديس أغاصل العمودي كنيسة تقرالنا من فصل من إنجيل لؤى البشير الأصحاح الأربعة عشر عن حساب النفقة ويبتدلنا كده كتاب من يأتي إلي ولا يبغد أباه وأمه وأمرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي تلميزا ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميزا فمن منكم أن يريد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة كتير من الأوقات أول ما بنسمع هذه الآيات بنضطرب بيأخذنا كده يعني صدمة هل أنا محتاج أن أنا أبغض الناس هنا وضع الأولويات في حياتك من أجل حياتك الروحية من أجل حياتك الأبدية محتاج تضع الأولويات اللي في حياتك من يكون لهم الأولوية هل الأولوية للإنسان الذي يقودك إلى حياة أبدية أم الأولوية للذي يقودك إلى حياة فاسدة في حياة الهلاك عشان كده هنا أنت محتاج تقرر إيه هي اختيارات واختيارات يومية واختيارات دائمة كل يوم بنجد أنفسنا أمام اختيار هذا الاختيار قد يكون صعب في بعض الأوقات لما بيكون هذا الاختيار مربوط بعلاقة اجتماعية يعني لو في يوم من الأيام أنه أحب الناس إليك بيبعدك عن ربنا بيبعدك عن حياتك الأبدية يسبب لك عصرة يسبب لك سقوط يسبب لك فماذا تفعل؟ اختيارك هيكون إيه؟ كتير من الأوقات هذا هو الاختيار الصعب أن العلاقات الاجتماعية والأسرية قد تكون سبب في تعطيل حياتك الأبدية وقد تكون أيضا هي سبب في نموك الروح عشان كده هنا الاختيار هنا الفين؟ مركز المسيح في حياتك إيه؟ هل هو أولا أم هو ثانيا؟ عشان كده السيد المسيح قال لنا كده احسب حساب النافقة انت حاطت المسيح فين أولا؟ ان كان هو أولا في حياتك فقد ربحت حياتك كلها عشان كده اللي بيحط المسيح أولا في حياته هو اللي بيقدر يحمل الصليب ويتبعه اللي بيحط المسيح ثانيا في حياته ما بيقدرش يحمل الصليب في حياته عشان كده انظر إلى حياتك اختيارك اليوم إيه؟ هل اختيارك اليوم علاقات؟ هل اختيارك اليومي ذاتك هل اختيارك اليومي عادات وتقاليد هل اختيارك اليومي منفعة شخصية هل اختيارك اليومي منظر للحياة الاجتماعية أم اختيارك اليومي علاقة روحية أساسية أبدية مع ربنا يسوع المسيح اختار المسيح تحية إلى الأبد والإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد أمين